بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير معلمنا الأول وعلى آله وصحبه أجمعين يا جماعة الخير موضوع بسيط خفيف لطيف ممكن الطلاب تعاني منه للأمانة هذا الموضوع وحنزله لكل الطلاب على أساس تكون الاستفادة للكل هذا الموضوع جماعة الخير موجود في بوكس أصفر تحت عنوان أفكر موجود في كتاب الطالب علشان أقدر أجاوب هذا السؤال للأمانة لازم أخذ الملاحظة اللي هحكي عنها اليوم هاي الملاحظة بقدر أعبر عنها بملاحظة تعني بقراءة الأميتر والفولتميتر كما تهتم أيضا بشدة إضاءة المصابيح أصداد أنا مش فاهم بقول لك شوف علشان تقدر تفهم بدي هيك أروح نخربش مع بعض على صفحة لحالها بحيث أفهمك الموضوع من طق طق لسلام عليكم تعالوا معي قبل ما نيجي هون بقول لي أستاذ تشوف العنوان اللي أنا بديه للأمانة هو عبارة عن قراءة الأميتر والفولتميتر قراءة الأميتر والفولتميتر للطلاب اللي ما بعرفوا قراءة الأميتر إيش بتمثلي وقراءة الفولتميتر إيش بتمثلي بحب أحكي لك بأن قراءة الأميتر المعني فيها هو عبارة عن التيار يعني هو عبارة عن جهاز باستخدمه علشان أحسب أو يقيس التيار الكهربائي لكن قراءة الفولتميتر هو عبارة أيضا عن جهاز يهتم في قياس فرق الجهود فهو عبارة عن جهاز يستخدم لحساب الجهود بقول لي طب غير قراءة الأميتر والفولتميتر انت حكيت لي قبل شوي عن شدة إضاءة المصابيح بقول لك بالضبط نفس الموضوع أو نفس التعبير بقدر أعبر عن هذا الموضوع تحت مسمى شدة إضاءة المصابيح تعالوا خلينا أفهمكم الموضوع ببساطة بقول لي الساد شوف هلأ هذا الموضوع يجمع تدخير بحكي لي عن الآتي بقول لي الساد عند حدوث أي واحدة من الثلاث الشغلات اللي أنا بدي أعبر عنهم أو اللي أنا بدي أكتبهم فعليا لازم يصير في عندي تغير في قيمة المقاومة المكافئة مش فاهم بقول لي الساد شوف عند حدوث واحدة من الثلاث شغلات هاي الشغل رقم واحد غلاق مفتاح إذا أنا بغلق مفتاح يعني المفتاح كان فعليا مفتوح فلما أغلقه فعليا في هاي الحال قيمة المقاومة المكافئة هتتغير اثنين في حال فتح مفتاح يعني أنا بفترض بأن المفتاح كان مغلقا وأنا فتحت المفتاح يعني في هاي الحال إنتا قاعد بتحكي لي عن إزالة مقاومة إزالة مقاومة يعني فعليا المقاومة المكافئة هتتغير مش فاهم كيف كمل الفيديو للآخر فتح المفتاح آخر ملاحظة وآخر حدث ممكن أجيب لك إياه في نص السؤال هو عبارة عن احتراق فتيل مصباح وبالمناسبة احتراق فتيل المصباح اللي أنا قاعد بحكي لك عنه ممكن أحكي لك إنه هي نفس فكرة فتح المفتاح علشان أنا أحطك في الصورة من البداية تقول لست شوف إغلاق مفتاح يعني أو تعني إضافة إضافة مين إضافة مقاومة أنا لما أغلق مفتاح المفتاح أريد بيكون مفتوح لما تغلق المفتاح أنت قاعد بالزيد بالضيف مقاومة لكن فتح واحتراق معناهم إزالة مقاومة إزالة مقاومة تقول لست شوف إزالة إزالة في هاي الحالة بديك تكون فاهم جزئية كثير بسيطة الجزئية هاي تعني الآتي قل لست شوف إذا بصير في عندي واحدة من الثلاث شغلات هذول وهذا الإشي جدا مهم تكون فاهمه لازم تتغير قيمة المقاومة المكافئة فقيمة المقاومة المكافئة كيف رح تتغير بتقول لي تعال واحدة واحدة وقل لست في حال إضافة همي ثلاث ملاحظات فيش غيرهم بعد الثلاث ملاحظات بروح بحلك أسألة مباشرة في حال إضافة مقاومة على التوازي يعني إذا أنا قاعد بضيف مقاومة على التوازي المقاومة الكلية فعليا حتقل فبيجي طالب وقلوا أستاذ كيف رح تتقل بقولوا أستاذ شوف تخيل بالله لو أنا قاعد بحكي لك عن مقاومتين هاي مقاومة وهاي مقاومة المقاومتين هذول واحدة مقدارها R والثاني برضو R وجيت سألتك سؤال شو طريقة توصيل المقاومات بتحكي لي توازي بقولك المقاومة المكافئة في هاي الحال بتحكي لي واحد على R زائد واحد على R رح يطلع عندك اثنين على R بقولك ما تنسى تقلب الله يرضى عنك لأنه هاي عبارة عن واحد على R كوهلا إذن المقاومة المكافئة لهذول المقاومتين هي عبارة عن R على اثنين طب شو الفكرة بقولك طب أنا لو أضفت مقاومة على التوازي بتقولي أستاذ المقاومة المكافئة رح تصير واحد على R زائد واحد على R زائد واحد على R يعني ثلاثة على R بس ما تنسى تقلب رح تصير المكافئة عندي R على ثلاثة طب معلش أستاذ تحملني لو أنا بدي أزيد كمان مقاومة على التوازي راح تصفي عندي بأن المقاومة المكافية عبارة عن أر على أربعة إنت ملاحظ بأنه المقاومة كل ما زدت مقاومة على التوازي المقاومة المكافئة حد قل كانت أر على ثنين بعدين أر على ثلاث بعدين أر على أربعة فالمقاومة المكافئة قاعدة بتقل إذن اللي إحنا كتبناه هون كان منطقي إذا أنا أضفت مقاومة على التوازي يعني المقاومة الكلية حد قل إذا المقاومة الكلي بتقل فعليا التيار الكلي حيزداد اللي بيسأل ليش بقوله لأنه دائما العلاقة ما بين المقاومة ما بين التيار علاقة عكسية إذا المقاومة قلت إذن التيار حيزداد ولو كان العكس المقاومة زادت إذن التيار حيزداد هاي الملاحظة رقم واحد اللي أنا بديها كي تكون عارفة الملاحظة رقم اثنين عكسها كيف يعني عكسها مش إضافة مقاومة وإنما إزالة مقاومة على التوازي إذا أنا قاعد بزيل يعني بشيل مقاومة على التوازي إذن المقاومة الكلية فعلياً حتزداد فبيجي طالب بسأل لنفس السؤال كيف السؤال بتزداد من تقاعد بتشيل مقاومة بقوله تعال على نفس البوردهود مش أنا فعلياً كان في عندي مقاومة هاي المقاومة المكافئة نقدرها أرع على أربعة أربعة مقاومات تخيل لو أنا شلت واحدة قدش رح تصير المكافئة أرع على ثلاث طب شيل لي هاي شو قاعد بصير في المقاومة المكافئة بتكبر شي اللي هاي قدش المكافئة صارت عندك آر ففي حال إزالة مقاومة على التوازي المقاومة المكافئة فعلياً حتزداد وإذا المقاومة المكافئة بتزداد مباشرة شو رح يصير في التيار الكلي بتقوله أستاذ التيار الكلي العلاقة ما بينه ما بين المقاومة علاقة عكسية إذا بيزيد حيقل بقوله أستاذ آخر ملاحظة بعد هيك مشرح لك إشي بسيط وبنتقل للأسئلة ذائرة بقوله أستاذ بتعرف بأن العلاقة ما بين عكسياً مع التيار الفرعي فمعلم الطلاب بسأل نفس السؤال عشان هيك على البطاقة بنكون موضحين للفكرة هاي من البداية وين التيار بيكون كلي وين التيار فرعي أو شو معنى التيار الكلي وشو معنى التيار الفرعي أنا ما فهمت شو يعني التيار فرعي بالبداية وما فهمت لش العلاقة بناتهم عكسية بقولك علشان تقدر تفهم هاي الجزئية بدي منك تدخيل الجزئية أو المثال اللي أنا بدي أحكيه هس تخيل لو أنا في عندي بطارية زي هاي وفي عندك أميتر أول وفي عندك الرسمة أو الدارة الكهربائية المبينة قدامك على اللوح تخيل بالله شريك لو أنا قاعد بحكي لك أنا في عندي دارة كهربائية زي هاي هاي المقاومة مقدارها آر هاي المقاومة مقدارها آر وهاي المقاومة مقدارها آر تخيل معاي علشان ما تتخربط بالمرة وفي عندي أميتر أول وفي عندي للأمانة أميتر ثاني وجيت سألتك سؤال حكيت لك إذا ملاحظ معلم إنه هذا عبارة عن السويتش السويتش في هاي الحالة شو ناله؟ مفتوح يعني التيار قاعد بيطلع من القطبة الموجب للبطارية وبيطلع وبيصل لهون وبيطلع لفوق وبيكمل هيك هل بينزل تحت؟ طبعا لا ولك ليش؟ لأن المفتاح مفتوح طب حلو ممكن أعرف إذا أنا أغلقت المفتاح شو راح تصير في قراءة كل من الأميتر الأول والأميتر الثاني تقول لي حاضر بس في البداية أنا بدي أعرف ما المقصود بالتيار الكلي وما المقصود بالتيار الفرعي تقول لي أستاذ شوف التيار الكلي علشان بقدر تفهم والتيار الفرعي لازم تكون فاهمك ملاحظة صغيرة صغيرة وهي عدد الأسلاك الموجودة قدامك في الدرة هلأ أي درة كهربائية أنا بعطيك إياها لازم أسألك سؤال أنا كم سلك عندي؟ بتقول لي أستاذ للأمانة أنا عندي ثلاث أسلاك كيف عرفت أنهم ثلاث أسلاك؟ بقول لك هسا بحكي لك كيف عرفت أنهم ثلاث أسلاك؟ دائما علشان أعرف عدد الأسلاك أستاذ بروح على نقاط التقاطع شو يعني التقاطع؟ تقاطع الأسلاك يعني أنا بصير وين في عندي تقاطع للأسلاك هاي النقطة وهاي النقطة ممكن أسمي لك إياها من بعد إذنك A B أنا كم سلك عندي؟ بتقول لي أستاذ أنت للأمانة عندك ثلاث أسلاك السلك الأول وهو السلك الخارجي هاض يعني هاض السلك بنسميه هاض السلك جماعة الخير السلك الرئيسي هاض السلك الرئيسي فعلياً في عندك سلك ثاني السلك الثاني دي أرجع أمسح هاض الحكي كله له هاض السلك اللي من فوق دائماً السلك بيكون من بداية التفرع التفرع إلى نهاية التجمع أو يعني من نقاط التقاطع من نقطة التقاطع إلى نقطة التقاطع أخرى السلك الثالث معلم لو غيرنا لونهم علشان تقدر تميزهم هاض السلك الثالث فأنا كم سلك عندي للأمانة ثلاث هلا لاحظ مين التيار أو مين السلك الكلي بتقول لي السلك الكلي هو السلك الذي يحتوي على بطاريات اللي هو السلك هاض اللي هي البطارية هاي إذن هاض اللي في اللون الأحمر هو عبارة عن السلك الرئيسي والسلك الرئيسي بيمشي فيه التيار الكلي لكن الأسلاك هاي اللي هو الأخضر والأسود أو البني هي عبارة عن أسلاك فرعية فلازم يمشي فيها تيار فرعي ارجع بلا وقل يا أستاذ الشكل هاد انت بيّن معك أنه هاد السلك الرئيسي اللي هو من A إلى B من الخارج هاد عبارة عن السلك الرئيسي فمعناها قراءة الأميتر الأول ترى بتقيس للتيار الكلي لكن قراءة الأميتر الثانية على فكرة بتمثل للتيار الفرعي طب ماشي على فكرة في حالة المفتاح لما كان مفتوح كانت قراءة الأميتر الأول والأميتر الثاني نفسها لأنه كان عبارة عن سلك واحد ما كان في عندي أي تغير لكن لما أغلقت المفتاح شو صار بتقولي تعال أحكي لك شو اللي صار أستاذ في هاي الحالة انت قاعد بتغلق مفتاح يعني شو الحدث اللي عندك إغلاق سويتش وفي حالة إغلاق للسويتش هاضي يا أستاذ اللي راح يصير عندك هو الآتي إضافة مقاوم كيف عرفت كتبت لك إياهم هون كنت أقول لك في حال إغلاق للسويتش معناها إضافة مقاوم فتح مفتاح أو احتراق فتيل مصباح معناهم إزالة فإذن الحال اللي عندي الحدث اللي عندي هو إغلاق مفتاح إغلاق مفتاح معناها إضافة مقاومة على التوازي طير أقول له أستاذ هاي المقاومة اللي بتضيفها على التوازي المقاومة المكافية حتقل وإذا المقاومة المكافئة حتقل أو الكلية حتقل إذن التيار الكلي هيزداد وأقول لكم شغلة أنا اللي بهمني للأمانة هو عبارة عن التيار الكل أنت حكي لي شو بصير في التيار الكل بقول لك شو ممكن يصير في قرات الأميتر والفولت ميتر وشدة إضافة المصابيح بفهمك كل شي طب ماشي تعال التيار الكل بيزداد بيقول له أستاذ لاحظ بأنه الأميتر الأول الله وكيلك بيقيس للتيار الكلي اللي هو التيار الرئيسي لأن الأميتر الأول موجود على السلك الرئيسي ففي هاي الحالة شو لازم يصير فيه بقول لي أستاذ التيار الكل بيزداد إذن يزداد فبيجي طالب بقول لي طب أستاذ الأميتر الثاني بقول له الأميتر الثاني الله وكيلك بيقيس لتيار بس فرعي لأنه موجود على السلك الثانوي أو السلك الفرعي فأكيد رح يمر فيه تيار فرعي فهذا هذا بيقيس للتيار الفرعي خلصت لا التيار الفرعي في هاي الحالة هيقل طب ليش بيقل يقولي لأن دائما العلاقة ما بين التيار الكل والتيار الفرعي علاقة عكسية هاي الملاحظة اللي أنا حكيت لك عنها هون هلأ لازم يجي الطالب يقول لي كيف وقوله تعال عشان تقدر تفهم كيف بديك تتخيل مع الجزئية هاي لما كان المفتاح مفتوح على فرض هاي علشان بس مرة واحدة بشرحها طبعا على أساس الطالب يكون فاهم انه اه فعليا هاي بتزداد هاي بتدل هاي بتدل هاي بتزداد بقولي أستاذ اللي نفترض لما كان السويتش مفتوح في هاي الحالة مقدارها اえه اثنين ار ليش؟ المفتاح لما كان مفتوح ما كانت المقاومة هاي اذا ما كانت المقاومة هاي كانت المقاومة ار و المقاومة ار طريقة توصيلهم شمالهم على التوالي مع بعض إذن المقاومة المكافئة كانت 2R فبديك تفترض فرضا بأنه I equivalent على فرض صارت مقدارها أو كان مقدارها 10 أمبير على فرض يعني أنا مفترض لما كانت المقاومة المكافئة مقدارها 2R يعني كانت المفتاح مفتوح كانت المقاومة هاي والمقاومة هاي طريق التوصيلهم على التوالي كانت تيار في هاي الحالة 10 أمبير طيب أغلق المفتاح بغلق المفتاح خائف منك يعني بغلق المفتاح هاي المفتاح في هاي الحالة مغلق شو اللي راح يصير؟ بقولي تعال أقول لك شو اللي بصير المقاومة المكافئة ماذا راح تصف عندي؟ بقولوا سد هاي وهاي طريق التوصيلهم على التوازي على التوازي يعني المكافئة راح تكون عبارة عن جميع كسري يعني 1 على R جائد 1 على R يعني 2 على R بس ما تنسى تقلب واللي ما عرف فاضل حكي من خلال توصيل المقاومات فاهمه فرح تطلع عندي المكافئة في هاي الحالة عبارة عن R على 2 لها دول مع المقاومة R شو طريق التوصيلهم؟ بتقولي توالي توالي معناها زائد R فرح يطلع عندي شريك بعد توحيد المقامات 3R على 2 3R على 2 معلم على الكالكوليتر وضعي في الموضوع القسمة تخيل مصاري يعني أنا بحكي عن 3 ليرات تقسيم 2 كل واحد بطلع له ليرا ونص فبالتالي المقاومة المكافئة رح يطلع عندك 1 ونص R فلاحظ المقاومة المكافئة شو صار فيها؟ قلت المقاومة كانت 2R كيف صارت؟ 1 ونص R منطقي شو اللي منطقي؟ منطقي حكينا هون مش أنا أضفت مقاومة عند الإغلاق؟ إذا أضفت مقاومة على التوازي المقاومة المكافئة كانت 2R كيف صارت؟ 1 ونص إذن شو صار في المقاومة؟ قلت إذن التيار إجبالي حيزداد فبديك تفترض بأنه التيار صار مقداره مثلاً 14 أمبير أنا بحكي عن مثلاً خليه دعش 12 13 عادي خليته 14 أمبير هاد عثار عن أي كوبرنت تاب接 يجي طالب يقولي cello ما فهمتش شوف هسه لازم تفهم معلم في الحالة الأولى لما كان المفتاح مفتوح ما كانش موجود كيف كانت قرأة الأميتر الأول؟ بتقولي ساد لما كان المفتاح مفتوح كانت قرأة الأميتر 10 أمبير فكيف كانت قرأة الأميتر الأول 10 وال الثاني 10 احفظوا لأننا أنا بنسة الأميتر الأول كان 10 والأميتر الثاني كان 10 طب أغلق المفتاح إذا أغلقت المفتاح شو صار في المقاومة المكافية قلت إذا شو بده صار في التيار الكلي حيزداد إذا قديش قراءة الأميتر الأول صارت أربعة عشر مظبوط قديش كانت يقولي كانت عشرة قديش صارت أربعة عشر إذا التيار الكلي شو ماله زاد طب الأربعة عشر معلم لما يوصل لهون شو رح يصير فيه حيتفرع حيتفرع فوق حيتفرعنا للأسفل فوق وتحت فوق رح يطلع عندي 7 أمبير وتحت رح يطلع عندي 7 أمبير اللي بسأل ليش أخذناها كملاحظة يا جماعة الخير من حصص البطاقة كنا نحكي دائما لمعرف التيار أي مقاومة إذا كانت المقاومتين على التوازي في معناها جهودهم متساوية وكان في عنا حالة خاصة إذا المقاومتين قد بعض إذا التيارات اللي في هون رح يكونوا قد بعض الأربعة عشر رح تنقسم سبعة سبعة إذا قداش قراءة الأميتر الثاني حتكون سبعة ولك قداش كانت قبل كانت عشرة فشو صار فيها قلت طب هذا الحكي منطقي ما نكتب لك هيها كملاحظة شو هو العلاقة ما بين التيار الكلي والتيار الفريع علاقة عكسية شو صار في قراءة الأميتر الأول اللي هي التيار الكلي زادت كانت عشرة صارت أربعة عش طب شو صار في قراءة الأميتر الثاني قلت كانت عشرة صارت سبعة إذاً أنا علشان ما أبطل أحكي عن أرقام زيك خلاص بحكي عن النسب المقاومة المكافأة شو صار فيها زادت إذاً التيار الفرعي حيقل التيار الكل يقل التيار الفرعي شو رح يصير فيه حيزداد العلاقة بناتوا معك سي طيب ماشي ما فهمت الفكرة طيب أستاذ في حال الإضافة والإزالة الأمور بسيطة بالنسبة إلنا أول سؤال قبل ما نروح على الدوسية ونحل أسئلة أو أقول لكم شغلة بدي أحل الأسئلة اللي هون أسئلة اللي هون يعني أبدأ حل هيك كمان سؤال هيك في بالي لأنه مهمات تخيل بالله لو كان في عندك مثال زي هذا وهذا المثال الأول اللي أنا أبدأ حل لك هي عبارة عن مثال وزارة يعني هذا عبارة عن أحد أسئلة الوزارة لآخر خمس دورات يعني مش من زمان كثير ما أعطيني شكل زي هذا بحكي لإستاذ تخيل لو أنا في عندي دارة كهربائية بتحتوي على ثلاثة نصابيح هذا مصباح وهذا مصباح طبعا المصابيح للي ما بعرف منعبر عنهم في الدارة الكهربائية بهذا الرمز اللي هي دويرة وجواتها إكسال عبارة عن مصباح هاي المصابيح معلم أنا قيل لك في نص السؤال بأنهم متماثلة يعني كنص سؤال بيقول لي ثلاثة مصابيح ما لهم متماثلة عادي جدا واحد بيكون مش عارف شي يعني متماثلة اللي بقول له متماثلة يعني لها نفس R دير بالك حدا يخربط في المعلومة هاي لهم نفس المقاومة الأجهزة متماثلة المصابيح متماثلة يعني لها نفس مقدار المقاومة طيب وإذا كانت المقاومة نفسها بقول لي السؤال بيّن ما سيحدث لشدة إضاءة المصباح خلينا نسميلكم إياهم خلص المصباح A وسي عنده احتراق فتيل المصباح B حاضر اللي أنت طالبوا مني يا أستاذ شو رح يصير في قراءة أو شدة إضاءة المصباح A و B لما يحترق المصباح B على فرض بأن هذا المصباح A هذا المصباح B هذا المصباح C بقول لي السؤال شوف هلا الثلاثة من صابيح اللي أنت بتحكي لي عنهم الله وكيلك لهم نفس مقدار المقاومة هلا الحدث اللي صار عندي هو عبارة عن إيش ماشي غلص احتراق فتيل مصباح فالحدث هو عبارة عن احتراق الفتيل احتراق الفتيل شو معنى؟ معنى إزالة طيب تعال بالله دائما ببلش في الحال أنت شو صار عندك يا إغلاق مفتاح يا فتح مفتاح يا إحتراق فتيل مصباح بشكل سريع بتقول لي السؤال شوف هلا لما بنحكي عن احتراق فتيل مصباح معناها إزالة مقاومة على التوازي إزالة مقاومة لأنهم على اثنين هذول على التوازي إزالة مقاومة على التوازي فبالتالي المقاومة الكلية فعلياً حتزداد واللي بسأل ليش بتقول لي السؤال تخيل R R R كانت المكافئة اللي لهم واحد ونصف R لما تشيل واحدة شيل المصباح B راح تصير عندك اثنين R فشو صار في المقاومة المكافئة زادت إذن المقاومة إذا زادت التيار الكلي حيقل وأنا للأمانة هذا اللي أنا بدور عليه نعم زي ما اسمعت انت هذا اللي بتدور عليه إنه شو ممكن تصير في التيار الكلي طيب إيش الفكرة بتقول لي السؤال تخلص سلامة خيرك إنت إيش بدك شو راح تصير في شدة إضاءة A و C حاضر المصباح A يا جماعة الخير إذا ملاحظين يمر به التيار الكلي كيف يعرفت بقول لي السؤال موجود على السلك الرئيسي موجود على السلك الرئيسي إذن أنه التيار بمر فيه التيار الكلي إذن التيار الكلي في هاي الحالة التيار الكلي في هاي الحالة لازم يقل إذن معناها يقل أقول لي لكن المصباح C يمر به التيار الفرعي التيار الفرعي يعني المصباح C و المصباح B عليه السؤال المصباح بي سي شو رح يصير فيه يزداد فالجواب رح يكون قيل لك شو رح يصير في المصباح على الترتيب سي واي معناها الجواب رح يكون سي يزداد يقل اذا الجواب رح يطلع عندك يزداد ركز على ترتيبهم يقل بس هلا اللي بسأل كيف ارجع للمثال اللي قبله وتخيله ارقام كان بيسري فيه تيار مقداره عشرة كان تياره خمسة كان تياره خمسة احترك فتي المصباح المقاومة زادت التيار قل بدل ما كان عشرة صار سبعة مثلا اذا هذا المصباح كان يمر فيه عشرة امبير صار سبعة امبير هذا المصباح كان يمر فيه خمسة امبير صار سبعة امبير فشو صار في المصباح شدة اضاءة واكيد هتزداد لكن شدة اضاءة المصباح ايه حتقل ناخد مثال بس هذا المثال بدي يكون ملم اكثر بدي قولي تعال طبعا هذا احد اسألة الوزارة قلت لك في اخر فترة بسيطة مش مش اكتيرة هذا هذا المثال ممكن نعتبره بانه مثال شامل اكثر من جزئية بدي اياها للامانة تخيل لو انا في عندك داركة وباقية زي هاي في عندك هون اميتر وهون عندك مقاومة وهون عندك مقاومة وهون ايضا عندك مقاومة وعندك اميتر تخيل لو انا بحكي لك ان انا هون عندي سويتش والسويتش فيهاي الحالة مغلق كان في عندك هون مقاومة ار وهي مقاومة ار وهي ايضا امي ار تخيل لو انا قاعد بحكي لك ان ا هذا الاميتر اللي انت بتحكي هذا عبارة عن الأميتر الأول هذا عبارة عن الأميتر الثاني تخيل لو أنا قاعد بحكي لك أيضا عن وجود فولت ميتر هون هذا عبارة عن الفولت ميتر الأول وطبعا السؤال هذا ما بيجي كامل في الوزارة ترى دير بالك وبيجي جزء منه يعني وهون في عندك قوة دافعة وعندك مقاومة داخلية وأيضا في عندك فولت ميتر هذا الفولت ميتر اللي أنت بتحكي لي عنه هذا الثالث وجيت أسألتك حكيت لك بي ما سيحدث لقراءة كل من الأميتر الأول والثاني والفولت ميتر الأول والثاني والثالث متى عند فتح المفتاح؟ يعني عند فتح السويتش ماذا يحدث للأجهزة؟ ماذا يحدث للأجهزة اللي هي الأميتر والفولت ميتر؟ تولي تعالي السر الحل بشكل سريع ترى فكرته بسيطة جدا وتعتمد على مبدأ واحد فقط شو نوع الحدث اللي صار عندك؟ عند فتح المفتاح عند فتح المفتاح معناها إزالة مقاومة والمقاومة هاي لما تفتح المفتاح اللي أنت قاعد بتحكي لي عنه راح تشيل مقاومة على التوازي إذن إزالة مقاومة على التوازي إزالة مقاومة على التوازي يعني المقاومة الكلية حت تزداد إذن التيار الكلي حيقل أنا للأمانة ما لك؟ أنا للأمانة اللي بفيدني واللي يعني راح يريحني كثير هو التيار الكلي شو بصير فيه؟ خلق إذا عرفت شو بصير في التيار الكلي هذا الباقي تصفير تعالوا بالله جماعة الخير الأميتر الأول للي مش ملاحظ هو عبارة عن تيار كلي أو بيقيس لي التيار الكلي الأميتر الثاني بيقيس لي التيار فرعي وهذا الحكي واضح من خلال الرسمة ترى ليش؟ لأن الأميتر الأول موجود على السلك الرئيسي وين السلك الرئيسي عندك؟ حياته اللي من بره هذا السلك الرئيسي اللي بيحتوي على بطارية هو عبارة عن السلك الرئيسي فبيسري في التياره كله . إذن القراءة الأميتر يتمثله التيار الكلي حلق ما أصدق في التياره كله ؟ إنه قراءة الأميتر الأول تزغط. لأن العلاقة أعكسية واعتمانت Aha ! فقراءة امترة بالأول يمثل اما فيها jamais ثم أفضل経واتهم وهذا الحكي حكينا عنه في الحصص الماضية دائماً بس أطلب بنا قراءة فولتوميتر على فكرة قراءة الفولتوميتر إما بتمثل لي جهد بطارية أو جهد مقاومة جهد المقاومة IFR لكن جهد البطارية هو عبارة عن القوة الدافعة ناقص IFR فلاحظ بين الجوات ومقاومة إذن بيقيس لي الله وكيلك جهد مقاومة جهد مقاومة قانونها IFR بس أركز شوي عشان ما نتخربطش شريك خوي أنو تيار اللي انت قاعد بتحكيلي عنه التيار اللي بمر في هاي المقاومة هو عبارة عن التيار الرئيسي ناحظ هذا التيار اللي بمر هون هو عبارة عن التيار الكلي التيار الإكوفيلانت فمعناها I-Equivalent طب شو صار في I-Equivalent تبعك؟ تقول لي أستاذ بقل إذا قراءة التيار بتقل إذن العلاقة ما بين الجهد والتيار علاقة طردية إذا التيار بقل إذن قراءة الفولتوميتر حتقل فبهاي الحالة تقل حلوين لكن معلم قراءة الفولتوميتر الثاني اللي انت قاعد بتحكيلي عنه نفس الفكرة بروع على الفولتوميتر الثاني وينك؟ هياتني من جواتي مقاومة إذن برضو كمان بمثلي جهد مقاومة R بمثلي جهد المقاومة R إذن في هاي الحالة لازم يطلع عندي قانونه أيضا I-F-R بس نفس الموضوع أنو تيار بتقول لي آه لا والله هون هذا تيار فرعي يا أستاذ وإذا كان تيار فرعي العلاقة ما بين التيار وما بين الجهد وعلاقة تردية بس شو صار في التيار الفرعي؟ إذا التيار الكل بيزداد إذن تيار الفرعي آسف إذا التيار الكل بقيل إذا تيار الفرعي حيزداد إذن معنى كلامك بأن التيار الفرعي حيزداد يعني أيضا الفولت ميتر حيزداد لأن العلاقة طردية طيب ماشي آخر واحدة أكتب لك إياها هون الفولت ميتر يا جماعة الخير الفولت ميتر الثالث الفولت ميتر الثالث بقيس لي جهد وينك وينك يا فولت ميتر الثالث هيات من جواته بتقولي أستاذ بطارية خلاصنا قرات الفولت ميتر بيبقيس لي جهد لجواته جهد لجواته بطارية طب جهد البطارية شو قانونه يقولي أستاذ هذا عبارة عن جهد بطارية جهد البطارية شريك هو عبارة عن القوة الدافعة ناقص I في R بس ما خلصتش أنو تيار اللي بمر في البطارية قولا واحدا التيار الكل طب التيار الكل شو صار فيه بقل إذن معناها I equivalent وهو نركز في الرياضيات خلصنا فيزي طب شو بصير في I equivalent يا جماعة الخير بقل إذا هاي القيمة بتقل أصلا أصلا للي متذكر ودارس المادة بيعرف أنه هاي القيمة كنا نسميها هبوط في الجهد شو كنا نسميها قيمة الهبوط في الجهد فكل ما زادت العلاقة بيناتهم ما بين جهد البطارية والهبوط في الجهد علاقة عكسية يعني كل ما هاي القيمة قلت شو بدو يصير في جهد البطارية بيزدال طب كل ما هاي القيمة زادت شو بدو يصير في جهد البطارية حتقل علاقة عكسية بناتهم طب مش فاهم شو لي مش فاهم يا زران تخيل تخيل يا آدمي انه هاي القيمة عشرين وهاي اثنين كدهش الجواب عشرين نقص اثنين طب تخيل لو هاي القيمة صارت واحد كده صار تسعتاش يعني شو صار في جهد البطارية زاد لانه هاي القيمة شو مالها قلت ففي هاي الحالة قراءة الفولت ميتر شو مالها راح تزداد شافين الحل اللي انا حليته هون بيكون العكس لو كان مفتوحه اغلقته كان الاميتر الاول بيزداد بيقل بيزداد بيقل كان في هاي الحالة بتقل فدير بالكم يعني كلمة فتحنا مفتاح اغلقنا مفتاح اضفت ازلت جدا مهمة نكون عارفينها طب ماشي تخيل لو هاي البطارية ما كان موجود جوات هالمقاومة الداخلية هاي هالمقاومة الداخلية عملت عماية طب لو ما كانت موجودة بيقول لي لو ما كانت موجودة كان قراءة الفولت ميتر حتمثلي القوة الدافعة ناقص آيفي آر بس آر مش موجودة فهاي القيمة صفر اذا قراءة الفولت ميتر حتمثلك القوة الدافعة يعني قديش كانت تتمثل قبل لما كان المفتاح مغلق قوة دافعة طب افتح المفتاح بعدها قوة دافعة إذن شمال قراءة الفولتوميتر تبقى ثابتة كانت بتمثلي عشرين فولت فتحت المفتاح أغلقت المفتاح ما زالت عشرين فولت ففي هاي الحالة هذا الإشي جدا مهم نكون عارفينه للأمانة في سؤال من أسئلة الوزارة بحكي للطلاب في المدارس في المراكز بحكي للطلاب أنه للأمانة ووضع السؤال كالرائق يعني صاد الطلاب بطريقة حلوة والسؤال تافه يعني سهل جدا هذا أيضا من أسئلة الوزارة سؤال من أسئلة الوزارة تخيل شو جاب لهم لهم شوف أنا في عندي بطارية وفي عندي مقاومة خارجية هاي عبارة عن قوة دافعة ومقاومة داخلية ومقاومة خارجية وهاي عبارة عن الطيار وكان ما بين طرفي البطارية بولتوميتر تعرف شو بده شو طالب مني بقول لي السادة عنده فتح المفتاح عنده فتح المفتاح فإن قراءة الفولتوميتر قراءة الفولتوميتر شو راح يصير فيها ألف تزداد اثنين تقل ثلاثة صفرا أربعة تبقى ثابت جزء كبير من الطلاب هتجاوبها غلط للأمانة وما عن العلم انه سؤال تافه عشان بس يعني متى عنده فتح المفتاح أنا ما رسمت مفتاح عدي برسوم لكم هون مفتاح تخيل لانه في عندي هون مفتاح مثلا هذا مفتاح المفتاح مغلق أنا شو بدي أعمل بدي أفتح المفتاح لما تفتح المفتاح شو راح يصير تقول لي تعال اقول لك شو اللي راح يصير ستور أنا هون لازم أكون هارف بأنه قراءة الفولتوميتر هي عبارة عن جهد بطارية لانه طرفي البولتوميتر جواته بطارية فقراط البولتوميتر وتمثل الجهد البطارية يبني الأوادم جهد البطارية شو بيساوي طب تعصب الشيزران هاي قوة دافعة ناقص آيفيات ما لك انت لما تفتح المفتاح شو راح يصير كلكم راح تجابوني انه الساد الهبوط في الجهد راح يصير صفر يعني التيار صار صفر فالهبوط في الجهد صفر حلو يعني هاي القيمة كم صفر فشو راح تصير قراءة الفولتوميتر حتمثلك القوة الدافعة فكل الطلاب شو راح يقول لك تبقى ثابتة طبعا تبقى ثابتة شو ما لها غلط وصفرا غلط تقل غلط ليش شو لي ليش كانت قراءة الفولتوميتر بتمثلك القوة الدافعة ناقص آيفي آر تخيلها كأرقام عشان تضحك كانت قراءة الفولتوميتر على فرض انه هاي عشرين قلنا وهاي اثنين عشرين ناقص اثنين كان طمنطعش فقداش كانت قراءة الفولتوميتر قبل طمنطعش طب يهبل افتح لي المفتاح شو صار في الجهد المقاومة الداخلية او قيمة الهبوط في الجهد يعني آيفي آر سمول صارت صفر فقداش صارت قراءة الفولتوميتر مش طمنطعش وانما كان عشرين صارت تمثل القوة الدافعة يعني شو صار في الجهد البطارية زاد حرفيا زاد كانت القوة الدافعة بينقص منها انت قيمة الهبوط في الجهود شلت لما فتحت المفتاح اذا شو قاعد بصير فيها قاعد بتزداد هذا السؤال الاماني سؤال مهم تعال هيك انعدل على السؤال انا وياك بحيث ما اخربطه بس اذا عرفنا المعلومات هاي خلصنا شو بقول لي اقول لي استاذ تخيل لو انا في عندلي دارة الكهربائية هاي انا في عندي يا جماعة الخير دارة كهربائية هذا السويتش وهاي بولت ميتر نفس الفكرة عنده فتح المفتاح شو رح اصير فقرات البولت ميتر عنده فتح السويتش فانه البولت ميتر شو رح اصير فيه يزداد نفس الاجابات يقل ثلاث صفرا اربعة تبقى ثابت بقولكم شغلي بس بعد ما احل هذا السؤال اذكروني بس هلأ في هاي الحالة لازم اشوف ايش كانت تمثلي قرات البولت ميتر بقول لي استاذ كانت قرات البولت ميتر بتمثلك القوة الدافعة ناقص غايفي ار بيجي واحد من بعيد بقول لي وي 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 معليب ما لك اصداد ما فيش مقاومة داخلية والله روحت ما نساها هل في عندي مقاومة داخلية لا هل انا نسيها بيقولي طبعا لا مش حاطها يعني مش موجودة يعني هاي البطارية مثالية اذا هاي القيمة ما لها مش موجودة اذا شو كانت تمثلها قرات البولت ميتر القوة الدافعة طب يلا سمي بالله ويفتح المفتاح بتقولي استاذ حتى لما فتحت المفتاح قرات البولت ميتر هاي قبل طب قرات البولت ميتر بعد بتقولي استاذ بعد هالقوة الدافعة شو يعني؟ يعني كانت القوة الدافعة وبعد هالقوة الدافعة فشو جواب؟ تبقى ثابتة فرقت المقاومة طبعا فرقت ما لاك كانت القوة الدافعة ناقص قيمة كانت القوة الدافعة ناقص الهبوط في الجهد فكانت شو جهدي البطارية أقل طب انت لما فتحت المفتاح شلت الهبوط في الجهد فشو بنصيب الجهود البطارية؟ بنيه كب DISAS فأكيد قرات البولت ميتر هون cute لكن قرات البولت ميتر هون تبقى ثابتة لان هون البطارية مش مثالية وهون البطارية شمالها مثالية يعني حاولنا قدر المستطاع أن هذه الفكرة للأمانة مهمة جداً وحكيت لكم قبل شوي أنه ممكن لو بدي يجي سؤال للأمانة على هذا الموضوع رح يكون سؤال الامتحان لأنه معظم الطلاب حتى في السنوات الماضية كانوا خربطوا في هذه الجزئية وللأمانة للأمانة هذا الموضوع حتى في السنوات الماضية لما بقولكم كان يجي السؤال هذا والسؤال اللي قبله ما كان موضوع الموضوع هذا مطروح في الكتاب بشكل قوي كانت على شكل ملاحظات زي كتابنا الحالي ففي أساد للأمانة ممكن ما بتتطرق لهذا الموضوع بحترم وجهة نظرهم لكن ممكن أن تنذكر أي نعم ممكن أن تنذكر لأنه في عنا قلت لكم في بداية الحصة أصفر هيك وفكر في توصيل المقاومات إنه شو رح يصير لقراءة أو شدة إضاءة المصابيح أو قراءة الأميتر توقع شدة إضاءة المصباح فيما لو احترق واحد هذا الحكي لازم يكون فاهمينه فللأمانة الجزئية بسيطة كثير دي حال فيها فقط سؤال واحد في الدوسية هذه الأسئلة اللي حلناها قلياتها خلتني أتمكن من المادة لكن فيه سؤال وهو المعني أنا فيه للأمانة هو سؤال طبعاً هذا الحكي اللي احنا كتب اللي احنا حكيناه موجود في الدوسية للأمانة فيه عندنا مجموعة أسئلة هاي الأسئلة أنا اللي بدي إياه من هاي الأسئلة كاملة هو عبارة عن سؤال سؤال 28 سؤال الأمانة مهم جداً 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 لازم تكونوا عارفينه سؤال 28 جماعة الخير بيحكي لك الآتي بقول لأستاذ شوف ماذا يحدث لكل من قرائك الأميتر والفولتميتر في حال إغلاق المفتاح نفس الفكرة خلصنا ألا لما تغلق انت المفتاح في هاي الحالة انت عندك الحدث إغلاق إغلاق مفتاح يعني إضافة طلع كيف ببلش يحل السؤال مقاومة على التوازي إذا بضيف مقاومة على التوازي يعني المقاومة الكلية حتزداد شوري المقاومة الكلية حتقل كمان واحدة في حال إضافة مقاومة تذكر أرى على ثنين أرى على ثلاث أرى على أربعة فبتقل فالمقاومة الكلية حتقل إذن التيار الكلي وهو المعني هو اللي حيزداد طبعا؟ خلصنا لا 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 أبدا ما خلصنا أشرق شوي بس عشان ما تتخلقوا بش أنا هذا زبدة الحالية جماعة الخير هذا اللي أنا بديه طبعا؟ فوش بده؟ شو راح أصير في الأميتر والفولت ميتر آه أوبا في الحالتين الآتيات لما تكون البطارية مثالية ولما تكون البطارية مش مثالية يا حاضر أنا مدحل واحد واحد جماعة الخير هلأ قولا واحدا الأميتر هذا اللي أنت بتحكي لي عنه بقيسلي آيكوذيلانس بقيسلي التيار الكلي لأنه موجود على السلك الرئيسي مظبوط ولا لأ؟ فقراءة الأميتر حتى الزاد قولا واحدة طيب ماشي طب قراءة الفولت ميتر هون بتوقف وبتروق شوي وبتعصبش أهم إشي ما تعصبش بتقولي أستاذ قراءة الفولت ميتر هو عبارة عن جهد المقاومة هاي صح؟ وهو أيضا جهد المقاومة هاي لأنهم الثنتين على التوازي فجهد هاي هو نفسه جهد هاي طيب فبتقولي أستاذ بس ملاحب بأنه جهد المقاومة R وجهد المقاومة R هو عبارة عن جهد البطارية بتقولي منطقي آه لأنه ما في غيرهم هذول اثنين لو كان في عندك مقاومة هون هل جهد البولت ميتر بساوي جهد البطارية؟ لا والله كان جهد البطارية بساوي جهد المقاومة هاي زائد جهد المقاومتين هذول بس أنا ما عندي مقاومة هون شو يعني؟ يعني أنا خلاص قراءة البولت ميتر هي عبارة عن جهد المقاومة هاي وهي جهد المقاومة هاي وهي جهد البطارية إذن هاي عبارة عن جهد بطارية وجهد البطارية أخوي هو عبارة عن القوة الدافعة ناقص IFR طيب شو اللي طيب شوية زلمة البطارية مالها مثالية يعني لا تحتوي على مقاومة داخلية فهاي صفر إذن معنى كلامك بأن قرأة البولتوميتر شو مالها قوة دافعة يعني قداش كانت قوة دافعة قداش صارت قوة دافعة إذن مالها تبقى ثابت ارجع بسك روق وانت قاعد تحضرني على أساس أقول لك شغلة هذا ممكن نسميلك هي حالة خاصة الحالة الخاصة هاي فقط مقاومتين يعني علشان نظلم الذكريين متى الحالات الخاصة بتكون متى الحالة الخاصة اللي اعتبرناها حالة خاصة لأنها مقاومتين على التوازي فجهد هاي هو نفسه جهد هاي هو نفسه جهد البطارية فبالتالي خلص جهد القرأة البولتوميتر جهد البطارية القوة الدافعة أنا أقص هاي فيار بس البطارية مثالية فبتقول لي خلص معناها القوة الدافعة كانت قوة دافعة وبعدها قوة دافعة خلصنا هلأ في الحالة الثانية معلم بتقول لي الساد نفس الفكرة التيار الكل ماله على الحالتين ما أنت أغلقتها شو بصير في التيار الكل بيزداد إذن قراءة الأميتر قولاً واحداً هتمثل لي آي إكوفيلانت وآي إكوفيلانت شو ماله؟ بيزداد إذن تزداد تزداد فهذا على الحالتين سواء أنا بحلف واحد أو في حلف اثنين قراءة الأميتر الله وكي لك بتزداد بس مين اللي بتغير عندي؟ الفولتوميتر قراءة الفولتوميتر نفس الفكرة برضو بيمثل لي جهد بطارية طب جهد البطارية شو قانون أخوي؟ بتقولي أستاذ هو عبارة عن القوة الدافعة ناقص IFR موجودة يا موجودة لأنه البطارية غير مثالية يعني في مقاومة داخلية طب تعال سؤالي إلك أنو تيار اللي بمر في البطارية بتقولي أستاذ إكوفيلانت طب شو صار في آي إكوفيلانت معلمت ولي بيزداد إذا هاي القيمة بتزداد يعني قيمة الهبوط في الجهد بتزداد العلاقة ما بين الهبوط والجهد هبوط الجهد وجهد البطارية علاقة عكسية إذا جهد المقاومة الداخلية والهبوط في الجهد اللي هو IFR بيزداد إذا شو لازم نصير في جهد البطارية حيقل إذا معنى كلامك تقل أعطيكي هاكا أرقام كأرقام تبتفع أن تشعب بحب الأرقام هاي عشرين على فرض ناقص كانت هاي اثنين عشرين ناقص اثنين كانت تمنتاش بدي الاثنين تزداد ديها تصير أربعة عشرين ناقص أربعة شو صار في كانت 18 صارت 16 فشو قاعد يصير في جهد البطارية بتقل إذا في الحالة الأولى إذا كانت البطارية مثالية الجواب رح يطلع عندك في هاي الحالة تزداد تبقى ثابتة في الحالة الثانية إذا كانت البطارية مش مثالية قراءة الأميتر قولا واحدا تزداد زي اللي قبلها لكن قراءة الفولت ميتر شو ما لها حق بعض السؤال للأمان السؤال القوي ولو بديجي سؤال زي هذا ثق إن رح يكون سؤال موضوع بسيط موضوع خفيف لطيف مش مش صعب لكن هو غريب شوية خصوصا على الطلاب فيه جزء كبير من الطلاب رح تأخذوا لأول مرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إنه يعني يفتح فصيرتكم وما يضع لكم تعب هالحصر رح نزل لكم إياها لكل الطلاب بشكل عام أدعوا لأخواننا في غزة وإن شاء الله النصر حيكون حليفنا دعوا لكم في ظهر الغيب كثير لإنها تحل مشاكل كثير استودعناكم الله الذي لا تضيعه عنده الودائع أي طالب حاب يأخذ دوسية كأسئلة تقدر تتواصل مباشرة معي على هذا الرقم 0799457455 تواصل معي واتساب ببعت لك أوراق العمل الكاملة لا تنساش أنه كل يوم أربع على صفحتنا الرئيسية صفحة الأستاذ خالد مغدادي فيزياء توجيهي رح يكون في عنا لايف عبارة عن حل أوراق عمل في المادة كاملة وصلنا عند تيارة نشوفكم يعطيكم العالم